هناك استثمارات كويتية كبيرة في مصر وهناك أيضا تبادل وصادرات مصرية إلى دولة الكويت للتعرف على أفاق التعاون الاقتصادي ما بين مصر والكويت ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بعد التحية يعني كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة على الجانب الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات ما بين البلدين الصباح الخير لحضرتها السبع والكل المشاهدين خلينا نقول أن العلاقات المصرية الكويتية بتتميز علاقات يعني نموذج يحتزى به ما بيننا وما بين أشققنا في الكويت العديد من الاستثمارات الكويتية في مصر صبعا لها البعد الكبير جدا في الأوضاع الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري كان كمان من أولويات الفيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم المشروعات كان من الأساس منذ تولي الفيد الرئيس وكان فيه مؤتمر نعلم جدا هو مؤتمر الاستثمار وكان موجود فيه رحمة الله عليه الشيخ الصباح وكان بيدعم مصر دعم جديد جدا فيه زيادة من حجم الاستثمارات والتبادل التجاري العديد من المشروعات بتقوم بها دولة الكويت في مصر طبعا مشروعات سواء مشروعات أساسية وسواء مشروعات لوجستية في بعض من المناطق اللوجستية الكبيرة اللي احنا بنشوفه زيادة الاستثمارات بتكون على أولويات الخامسة الرئيس النهارة في الملفات اللي بتكون المناقشة ما بين مصر ودولة الكويت وهتكون حاضرة حضور كبير جدا طبعا ده دعم كبير من أشقائنا من الكويت لدخولها الاستثمارات المضاشرة داخل مصر احنا بنها طبعا زي ما كنا بنتحدث المشروعات اللوجستية أو منطق اللوجستية مشروعات في تطوير البنية التحتية مشروعات في المناطق البحيرات في مصر اعتقد ده الحمد لله نموذج يحتزى به من العلاقات المصرية الكويتية دكتور مصطفى يعني حجم الصادرات إلى دولة الكويت وأيضا تحويلات العاملين بالخارج إلى مصر نحن نتحدث عن عمالة مصرية يعني تتواجد بقوة ولها حضور في دولة الكويت مظبوط أفندم طبعا احنا بنتكلم أنه فيه زيادة في حجم التبادل عندنا كمان العديد من العاملين في دولة الكويت من المصريين بيقدروا ما بين 300 إلى 400 ألف مواطن تقريبا على ما تغثر الرقم وده رقم كبير جدا وطبعا احنا فيه زيادة في الاستثمارات الكويتية في مصر لدخولها للدولة المصرية خلال الفترة القادمة وبيتم منقشتها بالعديد من هيئة الاستثمار مع القيادات ناسة الحكومة وزيادة كمان الأمر التحولات المصريين اللي الحمد لله بيزيد يوم بعد يوم زي ما احنا بنشوف تحولات المصريين اجماليها النهاردة بيتخطط 30 مليار دولار على دخولها للدولة ولكن فيه زيادة أكثر ما بيننا وما بين أشقائنا في الكويت حجم التبادل التجاري دكتور مصطفى بين مصر والكويت في عام 2020 يعني وصل إلى حوالي 5 مليارات دولار والكويت تعتبر يعني أكبر أو ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات دلالة هذا الأمر وكيف يمكن في المستقبل تعظيم مثل هذه الشراكة الاقتصادية ما بين مصر والكويت دكتور مصطفى تسمعوني مرة أخرى دكتور مصطفى نحن نتحدث أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في عام 2020 وصل إلى 5 مليارات دولار والكويت تعدي يعني ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات كيف يمكن تعظيم هذه الشراكة الاقتصادية في المستقبل خاصة كما ذكرت أن هناك العديد من المشروعات اللوجستية والقومية يعني مصر شرعت في تنفيذها الفترة الماضية المضبوط يا فندم طبعا أنه وصل حدثنا بعد قطع عزرا يعني طبعا هو حجم التبادل التجاري ما بيننا وما بين الكويت يقدر سعلا بحوالي 5 مليار دولار ويمكن فيه إزياد أكثر من ذلك وإحنا بنتكلم أنه فيه دايما دخول من الاستثمارات المباشرة من الكويت لمصر ودعم كمان للمشروعات الصغيرة ومتوسطها ومكنات الصغر وفيه رعاية كثيرة جدا من وزارة التجارة والصناعة للمقترحات اللي دايما بتكون معاها ما بيننا وما بين الكويت عن طريق الاستفيل الكويتي في مصر بنشوف أن الكويت فعلا بتحتل المرتبة رقم ثلاثة في دول الخليج لدخولها للأستثمارات والدول العربية كمان بنشوف أنه فيه ملقاقة كمان للاستثمار أكتر من مرة يعني زيما بيقدر حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بتبلغ أكتر من 16-17 مليار دولار رقم كبير جدا خلال الفترة الماضية ويمكن أكتر من ذلك كمان خلال السنتين الماضية يمكن وصلنا لأكتر من 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية إن احنا كمان بنبعث درسالة طمأنينة لكل المستثمرين في مناقشتنا للأستثمارات مدينة ومدين أشقائنا في الكويت إن هي هتكون تحت رعاية فخامة رئيس الستيفي وتحت رعاية الشيخ أمير الكويت ده بنسبنا نمازج كبيرة جدا أعتقد بتبدي طمأنينة لكل مستثمرين من أشقائنا في الدول العربية إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية والمشروعات اللوجستية برأيك وبعين الخبير الاقتصادي ما هي أبرز القطاعات التي يمكن أن تشهد تعاونا اقتصاديا ما بين مصر والكويت طبعا هو في العديد من المشروعات بالخطة طبعا مشروعات دي مشروعات تنمية فينا ودخلت فيها دولة الكويت الشقيقة باستثمارات كبيرة دعم المشروعات التنموية في جنوب فينا بتقدر بأكثر من ثلاثة مليار دولار وطبعا استتاح العديد من الأنفاق ودعمها لأنفاق شرب الشيخ لديد طبعا المشروعات السياحية التي نتكلم عنها لديد حجم الاستثمارات في المنتجات الغذائية في مجال الطاقة في مجال الصناعة الكويت لها بعد كبير جدا يعني زي بيقول كده من المؤسسين اللي عدد من الاستثمارات الضخمة في مصر خلال السنوات الماضية توقف الزراعة توقف الصناعة وبتضيد يوم بعد يوم اللي احنا بنشوفه الفرص الاستثمارية اللي بتطرحها دولة الكويت دايما بتكون فرص استثمارية مباشرة وطولت المدى بتحقق نجحات كبيرة جدا وبتكون معانا بشراقة وبفعلا زي بيقول كده شراقة استراتيجية في الاستثمار وايضا في الاوضاع الاقتصادية وفيه كثير من المساكرات التفاهم اللي بين مصر وما بين الكويت للعديد من المشروعات اللي احنا بنتكلم عنها دايما بتطلب زيادة في التمويل فندوق التمويل الكويتي بيحقق نجح كبير جدا في دخوله للانستثمارات المصرية سواء بقى بتحليت المياه يعني محطة بتحليت المياه بتاعة بحر البقر طبعا ليهم دا اعتدار جدا في تمويلها زي ما احنا بنشوف في السدمية فينا زي ما بنشوف في عدد من المواني زي ما احنا بنشوف في وسائل النقل والمشروعات والنقل اعتقد كل هي فند النماذ النكحة بيقدمها دولة الكويت والسندوق الكويتي للمشروعات الاستثمارية داخل مصر والنهاردة في خمط الرئيس دايما يعني دام بيقوله بيرعى دايما ان يكون فيه تواصل مع القيادة السياسية في الكويت لانجاح الشراقة وان يكون السوق العربية هي ابرز الشراقة والتعاوضة المصالح لتحقيقها ما بين الشعوب ما بين بعضها هذه الاستثمارات ما كانت يعني تتحقق على ارض الواقع لو لا يعني قوة الاقتصاد المصري وشهادة كبريات المؤسسات العالمية والاقليمية باستعادة الاقتصاد المصري لعافيته مؤشرات كثيرة تؤكد يعني ارتفاع معدل النمو واستثمارات عديدة في قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد المصري برأيك لأي مدى جاذبية الاقتصاد المصري يمكن ان تستطيع ان تجذب الكثير من الاستثمارات سواء الكويتية او غيرها خلينا كان دم يقول ان الحمد لله شهادة الثقة اللي بنحصل عليها من الخارج مبنية على المجهود والعمل الضقيق اللي بتقوم به الحكومة والقيادة السياسية في انجاح التجربة والبرنامج اللي افلح الاقتصاد المصري اللي هو الحمد لله بارس امام اعين العالم جميعا اللي احنا وصلنا النهاردة الاكتر من معدل نمو 5.5% تقريبا على نص عام المالي اللي احنا متوجدين فيه الامر الثاني اللي احنا بنحقق نجاح فيه وفرة الطاقة القهربائية عندنا وفر ومجتمعي دعونا دينا شهادات استطنيف الاقتناني المتفع من كل المؤسسات العالمية وده اللي بيبرس دورنا النهاردة اللي احنا ازاي نحقق مصلحة ما بيننا وما بين أشقائنا في الدول العربية أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي